والآن إلى موعدنا اليومي مع أخبار البورصات الأمريكية مع مناسل فرانس فانتكات في نيويورك أحمد فتحي أحمد كيف أغلقت اليوم المؤشرات الرئيسية للبورصات الأمريكية اليوم كان متنوع في نتائجه ولكن كان يشبه الانخفاض الدو جونز أغلق اليوم على انخفاض 47 نقطة وهي تمثل حوالي 0.36% الناس داك لم يتغير وأغلق عند مستوى 1976 الـ S&P 500 انخفض انخفاضا طفيفا ووصل إلى مستوى 1368 الزهب أغلق منخفضا 17 دولارا ونصف الأوقية وذلك بعد تخفيض البنوك المركزية في الصين والاتحاد الأوروبي سعر الفائدة الأساسية على الإداعات أما بالنسبة للنفط فقد أغلق عند مستوى 87 دولار بانخفاض طفيف يقدر بـ 75 سنة على جانب الأسهم انخفضت صباح هذا اليوم الأسهم الأمريكية بعد صدور تقارير تفيد إلى أن مؤشر الخدمات قطاع الخدمات للشركات الأمريكية قد انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 2010 ولكن سرعان ما تم تعويد هذه الخسائر الصباحية بعد صدور تقارير البطالة وتقارير مدفوعات الأجور نجيب أحمد فتحي مرسل فرانس 24 في بورصة نيويورك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك